التكنولوجيا، الاقتصاد الجديد، الثورة الصناعية الجديدة اللي في العالم وبالتالي لازم يبقى فيه عندك تعليم تكنولوجي رفيع المستوى الجامعات التكنولوجية دي عبارة عن إيه؟ بتعمل إيه؟ تخصصاتها، البرامج الدراسية خد بالك الجامعات بره ما سمعاش مثلا إيه؟ أنا داخل كلية الهندسة، فيش حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها برنامج كزا جوه الكلية، اللي هو إيه بقى؟ طيب، وإزاي بقدر أقاهل الخريج بتاعي ده لسوق العمل؟ إذا كان سوق العمل ده هو محلي أو إقليمي أو دولي معانا داخل الستوديو ينورنا ويشرفنا الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية أهلا وسهلا، أهلا، أهلا، أهلا بك دكتور أيضا معانا دكتور محمد شكر نادا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية منورنا دكتور ازاي الحال؟ كله تمام؟ طيب، نبدأ من اليمين، دكتور هشام هو يعني إيه جامعة تكنولوجية؟ هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الجامعة التكنولوجية تم إنشاءها في 2019 بقرار رئاسي بقانون الغرض الأساسي منها خدمة الصناعة الصناعة محتاجة هيومن ريسورسز أو عناصر فعالة تقدر توطن الصناعة في مصر توطن الصناعة مش بس آلات ومعدات، الإنسان هو أهم حاجة في هذا الموضوع فعشان نعمل الإنسان دوت، لازم أدربه إحنا كان عندنا تعليم فني، وعندنا تعليم هندسي بنفتقد الحاجة اللي في النص الأهم العدد الكبير، اللي هو التعليم التكنولوجي هو بيجمع ما بين إنه هو بيشتغل بقديه، وعنده المهارة بتاعت الشغل بقديه، وفي نفس الوقت عنده الفكر والفكر بتاع إنه هو يديزاين وينفذ بنفس الوقت تجميع هذا الهندسي اللي هو بتاع الدزاينر والفني اللي هو بيشتغل بقديه في تعليم راقي باللغة الإنجليزية بالكامل جاهز إنه يتعامل مع زم حضرتك المنتج عشان السوق المحلي والدولي ودعم الصناعة بشكل مباشر دعم الدولة في هذا الموضوع كبير جدا لأن الدراسة، مصاريف الدراسية اللي بتتدفع مجيش تلت أو أقل من التلت اللي بيدفع على الطالب في السنة طب هو الاستثمار بتاع الدولة ده رايح فين؟ هو رايح عشان دعم الصناعة تلاقي بشكل مباشر الإنسان اللي جاهز يقدر يشتغل ده بيجي إن إحنا عندنا 60% من وقت الطالب تدريب عملي بداخل المصانع و40% تدريب أكاديمي بداخل الجامعة الصناعة كده هو دخل واشتغل الصناعة نفسها بتختار منهم كوادر بيجي لنا جوابات بشكل مباشر والله إحنا عايزين الأسماء اللي اتدربت عندنا دي دي فرص التوزف لما شفوهم وجربوهم واختروهم يعني ولا انترفيو بقى ولا حاجة خلاص هو جاهز إن هو يختار وعارف إن ده من تاني يوم هيجي يشتغل ولا هتدرب ولا حاجة خلاص هو اتصرف عليه في الفترة دي طبعا بلاس إن إحنا ما يسمى برنامج 2 بلاس 2 بعد سنتين إحنا بنخرج دبلوم متوسط عالي يقدر يروح يشتغل سنة 2-3 ويرجع يكمل مرحلة البكاريليوس طبعا ما فيش جامعة تانية تقدر عندها الدينماكية دي ويقدر لو هو جاب فوق 80% يكمل بشكل مباشر للبكاريليوس التكنولوجي كويس جدا فبالتالي شكل التعليم مختلف برامج زي ما حضرتك قلت البرامج دي اللي تم إنشاءها فيه برامج ستاندرد بدأت بها الجامعة وبعين تبع الدعم الصناعة عايزين برنامج تفتحوه لتكنولوجيا إنتاج ونقل البترول فبنفتح برنامج بالتعاون مع الصناعة عشان تكنولوجيا صناعة نقل وإنتاج البترول يبقى إذا مش إحنا اللي بنفتح البرنامج برنامج بيتم نتيجة طلب الصناعة لحتياجات السوق بالزبط كده تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعودية فالحاجات دي ما كانش لها حد بيشتغل بها اللي بيشتغل بها كده صبي وبيتعلم دي متطلبات سوق العمل متطلبات سوق العمل وهم بيشاركونه في عمل البرنامج الكريكلا من نفسها المحتوى مناهج وبيتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات وعلى هذا الأساس بيتم اعتماد البرنامج عشان طبعا في الآخر هو معتمد من الحكومة طبعا جامعات حكومية